هلو ماي دير ستودنس اهلا بكل طلاب برايماري 5 النهاردة ان شاء الله حلقة مهمة جدا عايزاكوا تبقوا مصحصحين وعايزاكوا تبقوا كده يعني اكتف معايا علشان النهاردة ان شاء الله هنشرح جرامر برايماري 5 كله هنشرح جرامر الصف الخامس اللي ابتدائي كله لتايم فور انجليش منهج الحكومي والترم الاول كله تمام صح صحوا معايا كده بقا وركزوا علشان نبدأ بسم الله مستو يا ولاد اول حاجة هندخل على طول على طول كده اول جرامر اخدناه اول درس جرامر اخدناه معانا في منهجنا السنة دي هو كان اسمه زمن الماضي البسيط The most simple tense هو اسمه ايه يا ولاد؟ اسمه ماضي من اسمه كده يبقى بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن حاجة حصلت وانتهت في الماضي طب هو الماضي ده هو الماضي ده يعني امتا؟ هو الماضي ده يعني ايه؟ الماضي ده الامبارح ماضي الاسبوع اللي فات ماضي الشهر اللي فات ماضي السنة اللي فاتت ماضي تمام؟ كل ده ماضي المهم ان الماضي حاجة حصلت وانتهت حاجة حصلت وانتهت ما بقتش موجودة خلاص يا ولاد؟ طيب تعالوا نشوف هو زمن الماضي ده لهنعين من الافعال كل زمن لهنع واحد من الافعال الا زمن الماضي ده لهنعين ايه هم منعين دول؟ بصوا افعال regular verbis افعال منتظمة وأفعال irregular verbis غير منتظمة هي ايه الفرق بين الافعال المنتظمة والافعال غير المنتظمة؟ تعالوا نشوف الفرق؟ يلا بينا الافعال المنتظمة اسمها منتظمة ليه؟ علشان بتسمع الكلام علشان مشي على النظام ايه النظام ده؟ النظام اللي حطه الماضي البسيط طيب ايه برضو النظام؟ النظام هو ده البرامد ده المسلس ده الهرم ده ايه هو؟ ان بضيف في نهاية الافعال في نهاية الافعال خدوا بالكم دي او اي دي او اي اي دي دي الافعال المنتظمة خلاص؟ سميناها منتظمة علشان بتمشي على النظام ده طب هو انا امتى هضيف دي وامتى هضيف اي دي وامتى اي اي دي؟ تعالوا نشوف مع بعض لما الفعل هينتهي بيه؟ 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 هضيف له دي فقط لما هينتهي بيه بس؟ بيه؟ ها؟ لما هينتهي بيه يا ولاد؟ بيه؟ طيب احنا عايزين ناخد اكزامبل على كده طب هو امتى هينتهي بيه؟ بصوا كده لما يكون زي فعل لايك يحب لايك اخره ايه الفعل ده؟ ها؟ اخره ايه؟ صح كده؟ طيب لما اجيبه في الماضي بقى هضيف له ايه؟ لايكت دي اسمه ايه بقى ايه؟ احبة لايكت تمام كده؟ خلاص؟ طيب ماشي زي فعل تاني؟ يعيش ليف يعيش بقى ايه؟ بقى ليفد بقى ايه يا ولاد؟ ها؟ ليفد خلاص؟ طيب كده خلاص؟ ماشي ايه بقى الافعال اللي بنهيها بيه دي؟ ها؟ الفعل اللي بنهي بيه دي؟ الفعل عندما ينتهي الفعل بيضاف ايه دي لما بينتهي الفعل بحرف غير ال ايه بحرف غير ال ايه بضيف له ايه يا ولاد؟ ايه دي؟ زي ايه؟ تعالوا نشوف كده بصوا زي الفعل وانت وانت اهو اخره حرف ايه غير حرف ال ايه خالص ضفت له ايه؟ ال اي والدي بقى وانت دي طيب تعالوا نشوف كده؟ نعم نجمع لكم الافعال اللي هي الريجولار بصوا كده زي فعل ايه؟ ها؟ بلانت بقى بلانت دي بلاي بلايد تمام؟ لوك فور لوك فور ووش ووشت كلين كليند اهو كلهم افعال اخرها ايه؟ حاجة غير ال اي والدي صح كده؟ طيب عندما ينتهي الفعل بواي بواي وقبلها حرف ساكن بحذف الواي وبضف له ال اي وال اي والدي ازاي؟ بصوا معايا يعني لما يكون الفعل هنا استادي مثلا استادي معناها يزاكر او يدرس استادي صح؟ استادي اهي الفعل ده انتهى بحرف ايه اولاد؟ حرف الواي قبل الواي ده حرف ايه؟ ساكن صح؟ حرف ساكن يعني مش حرف متحرك فاكريني الحرف المتحركة ولا لأ؟ ها؟ الحرف المتحركة ال او وال اي وال اي وال اي وال اي وال يو صح كده؟ الخمس حروف لو الفعل انتهى بحرف الواي وقبله حرف ساكن بعمل ايه للواي؟ تعالوا نشوف هكتب الاس اهي والتي اهي واليو اهي والدي اهي اليو الواي؟ لا استني يا واي انا هكتبك ايه وهضيف بعدك ال اي والدي يبقى انا ضفت مين كده للفعل؟ ال اي وال اي والدي ماشي يا ولاد؟ استادي ادى زاكرة او درسة خلاص؟ يبقى دي الافعال ايه؟ المنتظمة الافعال الريجولر خلاص؟ عرفنا هي ليه منتظمة؟ اه علشان ماشي على ايه؟ عن نظام ده ياما بضيف للفعل دي يا اي دي يا اي اي دي باختصار كده خلاص؟ المرة دي باختصار عشان انا هشرح المنهى كله وفي حلقة كاملة عن زمن الماضي البسيط شوفوها يا بالتفصيل بقى طب تعالوا نشوف النوع التاني من الافعال الاريجولر فيربس الافعال غير المنتظمة ليه اسمها غير منتظمة؟ علشان مش ماشي عن نظام ده؟ علشان ما بيتحطش في نهايات الافعال فيها ولا دي ولا اي دي ولا اي اي دي ولا اي اي طيب امال بيتعمل فيها ايه؟ هي بتضحفز زي ما هي هي بيتغير فيها حروف ويتغير شكلها تماما والحل فيها انها بتضحفز زي ما هي تمام؟ في فيديو برضو عن الافعال الشازة كلها حاولت ان انا جمع لكم واربط لكم ما بينهم كده شوفوه بصوا يا ولاد ده الفعل في زمن المدارة في تصريف الاول في المصدر يعني والفعل ده في الماضي تعالوا نشوف اتغير ازاي؟ يلا نشوف اكزامبلز كده الافعال غير منتظمة درينك معنا هيشرب طب والباست منها الماضي منها درانك درانك بصوا هنلاقي حروف اتغيرت يعني هنا الاي اتغير بقى الايه؟ مالهاش قاعدة معينة ايت يأكل بقى ايت أكله طيب وين يفوز وين فازه طيب جوه يذهب وينت ذهبه باي يشتري بوت اشترى تيك يأخذ تك أخذ دو يفعل بد فعل سي يرى سو رأى هاف يملك او يتناول لو جت قبل الوغبات هاد هاد كان يمتلك كان يتناول او تناول طيب اه think thought ها مفكركوش بحاجة الفعل ده؟ بصوا اهو زي ايه؟ باي بوت تحسوا نفس النهايات نفس التغيير صح؟ انا عاصدي بقى تربطوا كده make made make made sweep يكنس sweep كنس الاردية feed يطعم feed اطعمة تمام؟ hang up يعلق الملابس hung up say يقول seed قال تل يخبر told اخبرا خلاص يا ولاد؟ طيب احنا عرفنا كده ان زمن المواطي البسيط فيه نوعين من الافعال؟ افعال هاعرف ايه القاعدة بتاعتها وافعال هاحفظها زي ما هي طيب بصوا كده يا ولاد بصوا الكده اللي ده فيه عيلة اسمها عيلة الافعال المساعدة في اللغة الانجليزية خلاص؟ هي العيلة دي تلتة اخوات دو وضص 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 بيسعدني بس في المضارع في زمن المضارع جد بتساعدني في زمن الماضي هما الثلاثة دول بيساعدوني في ايه؟ هما سمهم افعال مساعدة بيساعدوني في السؤال وفي الجملة المنفية بيساعدوني بيجوا معايا أنا بكون كده السؤال وبكون الجملة المنفية بس ديد بقى هي اللي في زمن الماضي فعلشان كده هي اللي هنقولها النهاردة علشان إحنا أصلا بنتكلم على زمن الماضي ديد بتلعب دور رئيسي دور مهم جدا جدا بلاقيها على طول على طول في زمن الماضي خلاص علشان كده يا ولاد أول ما تلاقوا جملة في زمن الماضي لازم لازم تاخدوا ديد طب قلتوا قبل حاجة هتقولولي طب يا ميسي احنا هنعرف منين إن الجملة دي في زمن الماضي عندكو حق في كلمات يا ولاد اسمها كلمات دلة يعني إيه كلمات دلة يعني كلمات بتدلني على الزمن يعني كلمات لما شفها هي اسمعها بالإنجليش الكيووردس كلمات لما شفها أعرف إن أنا بتكلم في زمن الماضي هي إيه كلمات دي بصوا كده بصوا الكلمة دي ها ايروا الكلمة دي كده ها يستر دي يستر دي أمس مبارح لما شفت كلمة دية يا ولاد أعرف على طول إن الجملة دي في زمن إيه؟ الماضي خلاص؟ كلمة سمعها إيه بقى؟ يستر ليك؟ ماشي يا ولاد؟ يبقى كلمة لاصت لاصت وكلمة يستر دي لاصت وياستر دي طبعا فيه كلمات تانية بس يعني دول المقررين عليكم في منهات كلمة الكلمات دي يا ولاد لما شفها أعرف إن الجملة دي في زمن الماضي طب نيجي بقى مين اللي هتلعب دور رئيسي دور أساسي أول ما شف الكلمات دية تعرف إن الجملة دي في الماضي هي ديد مين؟ جد جد دي فعل مساعد من الأفعال المساعدة ليه سمتها أفعال مساعدة؟ علشان بتساعدني في تكوين السؤال في زمن الماضي وما ببدأ بيها السؤال بيكون معناها هل؟ لما ببدأ بيها السؤال بيكون معناها هل؟ بصوا كده إذا كان السؤال بهل يبقى ديد ديد الرول اللي عندي ديد وبعدها الفاعل ديد أهيه معناها هل؟ بعدها السوبجيكت اللي هو الفاعل بعدها الفاعل في المصدر بعدها الفاعل في المصدر ده تكوين السؤال بتاعي يا ولاد خلي بالك علشان ده هينفعك في سؤال ريقرانجي سؤال رتب اللي بيطلغبطه في الولاد في سؤال تشوز بصوا كده تعالوا نشوف هنا بصوا أول حاجة ديد خلاص؟ بعدها الفاعل هو الفاعل يا ولاد ممكن يكون يا أم ضمير يا أم اسم يا ضمير يا اسم طب لو ضمير هيبقى إيه؟ هيبقى هي أو شي أو إت أو يو أو ذاي أو وي أو آي طب لو اسم هيبقى اسم بنت، اسم ولد، اسم جماد، اسم حيوان، اسم جمع، اسم مفرد، كل ده الفاعل، كل ده يا ولاد الفاعل طيب وبعد الفاعل الفاعل في المصدر وبعد الفاعل في المصدر بقية الكلام وبعد كده خالص الكويسشن مارك علامة الاستفام كده بقى أنا عملت سؤال طيب تعالوا نشوف إيجزامبل على الكلام ده بصوا كده ديد يو اهو الفاعل بلاي الفاعل في المصدر فوتبول ديد يو بلاي فوتبول هل أنت لعبت كرة قدم؟ ديد هي بلاي فوتبول هل هو لعبة؟ خلي بالكوا أن ديد بتيجي مع كل الضماير خلي بالكوا يا ولاد ديد بتيجي مع كل الضماير مع السبع ضماير خلي بالك الفاعل في المصدر لازم ييجي طالما ديد موجودة طالما ديد موجودة طيب إحنا قلنا إن السؤال لو بدأ بيدد بيبقى معناه هل؟ طب وطالما بسأل بهل؟ يبقى الإجابة لازم تكون بإيه؟ بيس أو نو؟ يبقى لازم لازم الإجابة بيس أو نو؟ طيب تعالوا نشوف الإجابة اللي بيس أو نو؟ هقول يس يس هي أو شي أو أي فاعل أو أي فاعل؟ وبعدها ديد بعدها ديد وبعدها الفلسطوب طيب أو نو والفاعل وبعدها ديدنت نو وبعدها ديدنت طالما نو لازم نوت طالما نو لازم نوت ما تنساش ديد بتساعدني كمان في تكوين الجملة المنفية أيها مش أنا قلتلكم هي بتساعدني في السؤال وفي الجملة المنفية كمان طيب وبتبقى إيه بقى يا ولاد؟ وبتبقى ديدنت وبتبقى إيه؟ ديدنت خلاص أهي مش أنا قلتلكم النديد دي بتلعب دور رئيسي قوي ومهم جدا في زمن الماضي أهي في النفي بقى بعمل إيه؟ ديد مع نوت هو يعني إيه نفي؟ النفي يا ولاد يعني أنفي حاجة حصلت في الماضي يعني أقول أنا ما أكلتش أقول على ولد هو ما لعبش أقول على بنت هي ما ذكرتش كده بن في حاجة حصلت في زمن الماضي بجيب مين بردو يساعدني؟ ديد طب ومعاها مين بقى؟ نوت هي الأساسي في النفي مش نوت معناها لأ على طول نوت في النفي وبعد ديد نوت الفعل فين؟ في المصدر طيب هي ديد نوت أهي تكتب بالطريقة دي وممكن كمان تكتب بالطريقة دي أهي الأباستروفي هقول للقو مش عايزيكي وحط بدليك أباستروفي هنا اسمها ديد نوت وهنا اسمها ديدنت والتنين نفس المعنى لم يفعل بعمل إيه قاعدة بتاعة النفي؟ بجيب الفاعل بعدها ديدنت بعدها ديدنت بعدها الفعل في المصدر الفاعل بعدها ديد بعده ديدنت بعده الفعل ايه؟ في المصدر يعني لو قلت آي أدي الفاعلة هون ديدنت بلاي أنا لم ألعب أنا ملعبتش لما أقرأ الجملة دي كده هعرف إن أنا اتكلمت على الحاجة في الماضي هي ديدنت ايت هو ما أكلش زي ديدنت سينج هما ما غنوش تمام؟ طيب بصوا يا دي كان شرح الحلقة كاملة عن النفي في زمن الماضي برضو بأشوفوه بالتفصيل المهم من بعد ديدنت بيجي بعدها الفعل فين يا ولاد في المصدر بدون أي إضافات هي ديدنت بلاي فوتبول خلاص؟ طيب إزاي بقى أكون سؤال في زمن الماضي ها أعمل سؤال إزاي في زمن الماضي وخلي بالك كويس جدا من الرول دي علشان في سؤال الترتيب سؤال ريقرينش و سؤال تشوز اللي هو الاختيار من متعدد فيه ولاد بيت لغبط وجيبه فأنت لازم يبقى عندك رول وتطبق عليها يعني إيه؟ يعني إنت دي أوضح تبقى عارف رول كده قدامك تمشي عليها وتطبق عليها بس الرول دي تبقى في دماغك لأن طبعا الورق مش هيبقى معك في الامتحان لازم تذاكر وتفهمه كويس ركز بقى وفهم معي بس أول حاجة طالما قلت تكوين السؤال دي كلها أدوات استفهام بتبقى في أول السؤال صح كده؟ طيب هي أدوات الاستفهام دي زي إيه؟ معناها إيه؟ ما أو ماذا؟ بسأل بيها عن الأشياء طيب ودي إيه؟ معناها أين طيب ودي واي لماذا؟ وهنا هو من؟ بسأل بيها عن الأشخاص وين متى هاو كيف المهم من دول أول حاجة هبدأ بيها السؤال طب بعد كده دي طبعا على طول هتيجي تساعدني بعد أدوات الاستفهام دي طب بعد دي الفاعل الفاعل ده ممكن يكون إيه؟ يلا نقول تاني ممكن يكون آي أو هي أو شي أو إت أو ذاي أو يو أو وي أو اسم مفرد أو اسم جمع ده كله الفاعل طب بعد الفاعل الفاعل في المصدر طب بعد الفاعل في المصدر باقي الكلام وكمان إيه؟ question mark يبا ده كده السؤال عندي ده كده يا أولاد تكوين السؤال عندي طيب تعالوا نشوف إيه الجزء التاني اللي في الجرامر عندي اللي أخدته في سنة خمسة كلمة اسمها let us أو expression كده let us معناه إيه أصلا؟ معناه هيبنة هو أساسه كده يا أولاد let و us خلاص بس هما بيعملوا لها اختصار وبيحطوا لها أبوسترو في كده وبيبتبقى إيه؟ let's let's تمام؟ طيب بيجي بعدها لازم الفاعل فين؟ في المصدر بدون أي إضافات من غير أي إضافة خلاص يا أولاد let's معناها هيبنة زي ما أقول إيه؟ let's get some popcorn هيبنة نحصل على بعض الفشور خلاص؟ كده تمام؟ تعالوا بقى نتنقل مش إحنا كنا بنتكلم على زمن الماضي؟ هنتكلم بقى على زمن تاني خالص اسمه زمن المستقبل البسيط المستقبل؟ أيوة the future simple tense المستقبل يعني بتكلم عن حاجة إيه؟ لسه هتحصل حاجة لسه هتحصل هو المستقبل ده يعني يا أولاد يعني بكرة يعني الأسبوع اللي جاي يعني الشهر اللي جاي يعني السنة اللي جاية حاجة لسه هتحصل صح كده؟ طيب بصوا كده هو أنا شايفة هنا زمن المستقبل البسيط شايفة كلمة اسمها جوين جتو معناها سوفة وشايفة كمان كلمة اسمها ويل معناها سوفة كلمتين أيوة لزمن المستقبل البسيط بعبر عنه بطريقتين بعبر عنه بطريقتين ركزوا كده واخدوا بالكم معي بعبر عنه بطريقتين ليه؟ بصوا يا أولاد لما أكون حاجة هعملها في المستقبل ممكن حاجة أكون مخططة لها أو حاجة بتنبأ بيها يعني إيه؟ تعالوا نشوف أحسن مع الشرحة لشان تفهموا أسهل بصوا يا أولاد كلمة جوين جتو تعالوا ناخد جزئية جزئية جوين جتو معناها سوفة جوين جتو معناها إيه يا أولاد؟ سوفة طيب ويل معناها سوفة جوين جتو يا أولاد معناها سوفة هتحصل لسه الحاجة في المستقبل بس إيه بقى؟ يعني أنا مثلا مثال بسيط لو أنا قلت لولادي يعني إحنا قاعدين أهو ومجاهزين وبقى إيه؟ وجاهزوا الشونط علشان عملة برتف في الشونط وحاجزين معد مثلا رحلة معينة أو مصيف مثلا وقايدين في اليوم كذا في شهر كذا إحنا طلعين المصيف إحنا كده عاملين أهو واخدين مرتبين وعملين حاجات مرتبين لها وبقول لهم رتبوا الشونط ورتبوا هدومكم ورتبوا حاجتكم ومجاهزين حاجتنا علشان هنروح المصيف يبقى دا كده إيه؟ يبقى دي حاجة إيه؟ حاجة إحنا مرتبين لها وحاجة فعلا هتحصل في المستقبل يعني طبعا بأمر الله بس حاجة إحنا مرتبين لها طالما مرتبين لها هستخدم هستخدم إيه يا أولاد؟ لكن لو أنا قلت لهم مثلا تعالوا يلا بينا نطلع بكرة كده رحلة لإسكندري هستخدم ويل ويل دي باستخدمها مع القرارات السريعة لما أقول لهم إنتوا لو ذكرتوا أنا هواديكم في المكان كذا يبقى كده دواعد لما أشوف المطرة بتمطر لما أشوف سوري السماء مليانة بالصحب كتير قوي وأقول إيه دا؟ دا شكلها كده هتمطر يبقى أنا كده بتنبأ صح؟ ممكن ما تمطرش على فكرة بس بتنبأ ويل يعني الفرق باختصار كده فرق باختصار وده تعفوص مرحلة تانية بس برضو لازم أعرفه لكم للأمانة إن ويل للقرارات السريعة للقرارات السريعة للتنبؤ للوعود للقرارات اللي مش مترتب لها إنما جاينج تو للقرارات اللي مرتب لها للحاجات اللي أنا مخطط لها تمام؟ بس الاتنين نفس المعنى الاتنين معناهم سوف طيب نوصي حلقة كاملة على فكرة على زمن المستقبل بقى بتفاصيل أكتر للمرحلة الأكبر سني يعني جاينج تو معناها سوف بتعبر عن حاجة لسه هتحصل في المستقبل يعني أنوي فعل شيء في المستقبل هي ويل على فكرة طب الفرق بينهم الفرق التكوين الفورم إزاي تكوين جاينج تو يعني كبير شوية تكوين ويل بسيط شوية تعالوا نشوف الفرق يلا تكوين جاينج تو بصوا كده لازم لازم يجي قبلها الفاعل وبعدها ويل لأ ويل بسيطة خالص لازم يجي قبلها الفاعل بس وبعدها الفاعل في المصدر الفاعل وبعدها الفاعل في المصدر ويل بتيجي مع كل الضمائر ويل بتيجي مع كل الضمائر مع آي بصوا يعني ويل بتيجي مع آي ومع هي ومع شي ومع إيت ومع ذي ومع يو ومع وي معườarm المفرد و الاسم الجامعة طيب أمه الجوينج تو لأ جوينج تو بقى بتقول ايه بتقول أنا عشان ايجي لازم يجي قبلي ام او از او ار طب هاختر ام او از او ار امتى حسب الفاعل لو الفاعل كان ا هكتب ام لو الفاعل كان ا هاختر ام وهيبقى ا ام جوينج تو لو الفاعل كان هي او شي او او اي اسم مفرد هاختر is وهيبقى he is جوينج تو او she is جوينج تو او it is جوينج تو طب لو الفاعل كان we او you او they او اي اسم جمع هاختر or وبعدها جوينج تو وهيبقى we are going to you are going to they are going to او اي اسم جمع خلاص يا اولاد طيب ناخد اكزامبل i'm going to send an e-mail تعالوا بقى نشوف الفيوتشر بس قبل ما نشوف الفيوتشر تعالوا نشوف ازاي نسأل عن حاجة حصلت في المستقبل شان ده بيجي برضو free arrange اي اداة استفهام مش لازم واط اي اداة استفهام بعدها اي بقى ها بعدها ام او از او ار ولاد بعدها الفاعل بعدها going to وبعدها الفاعل في المستقبل التكوين ده يا ولاد اساسي لازم اكون عرفاه في question market طيب بصوا كده example what اخدت is علشان الفاعل he بعدها going to بعدها have الفاعل في المستقبل خلاص عرفنا التكوين ده يا ولاد تعالوا بقى نشوف will will معناها سوف والبسيطة بيجي قبلها الفاعل بس وبعدها الفاعل في المصدر يعني لو خدت example على الكلام ده هقول i will go to the beach in the summer انا سوف اذهب الى الصيف في للشاطئ في الصيف تمام طيب he will go he will go will اختصارها يا ولاد اهي ال-w وال-i بشيلهم وبحط بدلهم ال-apostrophe وال-double l طيب بصوا كده خلي بالك will اهي بتساوي ايه ال-apostrophe double l طيب في النفي انفي ازاي جملة هتحصل في المستقبل بصوا بعمل ايه will مع not لأ باكتبها كده على طول won't won't الفاعل بيجي بعدها won't بيجي بعدها الفاعل فين في المصدر لو خدت اكزامبل اي won't اهو go to the page in the summer تمام يعني يارب تكونوا فهمتوا الجزئية دي بصوا كده طيب احنا جوينجتو ما قلناش النفي بتاعها تعالوا نقولوا جوينجتو يا ولاد لما جي انفي بعمل ايه عندي مش انا قلت في التكوين ام او ايز او ار لا بعد ام او ايز او ار دي بقى بحط النط بعد ام او ايز او ار بكتب مين يا ولاد النط يعني لو خدت اكزامبل ايام نط جوينجتو بدل ايام جوينجتو لا حطت النط هنا ايام نط جوينجتو جيت اهير ايه قط انا مش يعني هنوي ان انا هعمل قصة شعر فيه كمان في الجرامر جوز اسم ود ود دي كنت بستخدمها لما عرض نوع معين من الطعام يعني مثلا لو انا عملة اكل وعايز اعزم بيه على حد فبقوله ايه بقوله اه would you like اه كزا would you like would you like هل تريد هل تريد تمام would you like هل تريد او هل تحب ابيسكويت هل تريد بسكويت would would بتيجي بعدها الفاعل would بيجي بعدها الفاعل بيجي بعد الفاعل الفاعل في المصدر بيجي بعد الفاعل في المصدر اسم الحاجة اسم الحاجة اللي انا بقدمها طيب زيها برضو how about زيها برضو يا ولاد how about يبقى would او how about how about برضو لما اقترح شيء او اكل او اي حاجة على حد خلاص يعني هنا how about لما اقترح شيء او اكل او اي حاجة على حد هقول how about معنى how about ماذا عن اي رأيك لو قلت ما رأيك في بعض الحال وهقول ايه how about some candy how about some candy ما رأيك في بعض الحلوة طب لو قلتها would would you like some candy هل تريد بعض الحلوة يعني انا ممكن اقولها بالطريقة دي وبالطريقة دي خلاص تمام يبقى هو مش سؤال هو عرض خلاص يا ولاد عرض في صيغة سؤال اه دي كانت اهم اللي هي الconversation بتاعتنا المحاجسات اللي عندنا طبعا دي اهم الكلمات الهمة طبعا انتو الكلمات تتحفظ كمان الافعال والفريزز اللي هي العبارات الهمة اللي كانت عندنا اللي هي زي ايه big apples climb a mountain تصلك الجبل watch the sunrise يشاهد شرك الشمس play cards يلعب كوتشينا buy tickets يشتري تذاكر cook breakfast يطبخ او يطهو وقبة الفطار listen to stories يستمع الى القصص laugh at jokes يضحك على النقط see a show يشاهد عرض have a fun have lunch sorry يتناول الغداء do the laundry يعني يقوم بغسل الملابس hang up the clothes يعني يعلق الملابس على الشميع plant flowers يزرع نباتات take a taxi نحن قلنا ساعتها ايه نوى يركب تاكسي feed the bits يطعم الحيوانات الاليفة see a film وشاهد film build a sand castle يعني يبني قلعة من الرمال buy an ice cream يشتري ice cream go to the beach يذهب للشاطئ sweep the floor يكنيسة الارضية go on a ride يعني يركب لعبة في الملاهي take pictures يلتقط ثور وداونلود فيديو يحمل فيديو وكمان ride the bus يركب الأوتوبيس وكمان put away the groceries يعني يضع الحاجة يضع البقالة لي الشاي الجبن في مكانها في الرف المخصص ليها set the table يجهز المائدة make the bed يرتب السرير take out the rubbish يعني يخرج أو يتخلص من القمامة get a hair cut يحصل على قصة شعر أو يحلق شعره يعني وكمان drink juice يشرب العصير ويت cotton candy يعني يأكل حلوة غز للبنات win a prize يفوز بجائزة visit a friend يعني يزور صديق طبعا الأفعال المنتظمة عندكم اتنا هتحفظوها وطبعا يعني أدوات استفهام بقى احنا عرفنا أنه معناها من السؤال عن الأشخاص السؤال عن الأشخاص بسأل بيه عن شخص معين دي هتنفعنا في الباسجة ولان السؤال القطعة لازم بسأل بيها عن المكان لما شوف وط معناها ما أو ماذا للسؤال عن الأشياء طيب وما شوف كمان how معناها كيف بسأل بيها عن وسيلة المواصلات وwhy معناها لماذا للسؤال عن السبب خلاص يا أولاد طيب كمان أنا كنت وعدتكم بأهم البراجرافز اللي في المنهج عندكم فعلشان كده أنا إيه يعني هقوله لكم في حلقة تانية بس أنا هقول لكم الوقت على سؤال البنكتويتشن في السؤال الترقيم خدوا بالكم من سؤال البنكتويتشن كويس قوي لازم لازم يا أولاد نكتب كابيتال ليترز إمتى في بداية الكلام جملة أو سؤال سواء جملة أو سؤال لازم أني أبدأ بإيه يا أولاد بحرف كابيتال خلاص طيب وكمان الضمير أنا في أي مكان في الجملة الضمير أنا يا أولاد في أي مكان في الجملة آي آي تتكتب على طول في أي مكان في الجملة آي في أول الجملة لازم تتكتب كابيتال في وسط الجملة لازم تتكتب كابيتال خلاص أسماء المدن يا أولاد أسماء المدن والبلاد لأ نهار مش عليكم بس أسماء المدن والبلاد لازم أول حرف فيها يبقى كابتل أول حرف في أسماء الأشخاص أول حرف لازم يبقى كابتل سواء اسم ولد اسم بنت اللغات أول حرف فيها زي الإنجلش إيه آربك إيه تمام؟ أول حرف الكومة يا ولاد بتتكتب على السطر يعني بتبقى أسماء الفصلة السفلة ليه بقى عشان هي بتتكتب إيه؟ عالسطر يعني بتيجي بعد إيه الكومة؟ بعد ييس أو نو يعني هنا نو أهي بحط بعدها إيه أولاد؟ كومة أهي شايفين؟ وييس بحط بعدها إيه؟ كومة طب بصوا كده على الأبسترو في بقى هي اسمها الفصلة العليا ليه؟ عشان بكتبها فوق السطر طبعا حلنا منها كتير أهي يبقى شكلها كده تمام؟ طيب بصوا لكن الكومة كانت كتبها فين؟ على السطر نفسه طيب هنا بتوضع في الاختصارات زي مثلا أيام أهي بصوا بتبقى إيه؟ بدل الإيه؟ بتبقى الأبسترو في كده شايفين اللي هي إيز أهي؟ والشي إيز؟ والإيتس أهي؟ شايفين وي آر؟ زي آر؟ يو آر؟ آخر الحاجة بقى النقطة والكوستشن مارك النقطة اللي هي الفول سطوب بنضع نقطة في نهاية الجملة وزي ما عاودتكم بنحطها في سيركل كده صغيرة علشان المصحح يشوفها وعلمة استفهام اللي هي كوستشن مارك دي في نهاية السؤال بنضع إيه يا أولاد كوستشن مارك تمام؟ آآ دي أهم النقاط في الجرامر أتمنى أن أنتوا تكونوا فهمتوه وتركزوا فيه وإن شاء الله استنوني في حلقة بقى بإذن للحلقة اللي جاية أهم الباراغرافز اللي عليكم السنة دي هقول لكم عليها وهناخدها مع بعض بالصور أشوفكم على خير